موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج نقذف بالحق يقول حسين الحوثي في الصفحة الثامنة من ملزمته معرفة الله وعده ووعيده القبر إنما هو غرفة كأي غرفة في بيتك ويقول في الصفحة العاشرة في ذات الملزمة معرفة الله ووعده ووعيده وأستبعد وأنكر قضية منكر ونكير وأنه ليس في أسماء الملائكة هذه الأسماء التي وصفها بالمزعجة وهذا الكلام مردود عليه بسبعة عشرة آية قرآنية منها على سبيل المثال للحصر يقول الله تعالى في سورة المؤمنون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ويقول في سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وفي سورة التوبة ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ويقول علي رضي الله عنه القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ويقول محمد بن العلوي وهو أحد الأئمة الزيدية ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر ونكير وعذاب القبر وقد أجمع على ذلك علماء آل محمد وغيرهم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج نقذف بالحق نتحدث عن عقيدة الحوثيين أو عن عقيدة الشيعة عموما والحوثيون منهم في اليوم الآخر في بداية الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدكتور محمود أبو هدعش والسادة الفقر المقارمة الثقافة الإسلامية بجامعة القيم السبق أرحب بك دكتور أهلا وسهلا بك وبلغ أخوة المشاهدين حيخي الله دكتور معنا في هذه الحلقة وأنت ضيف البرنامج الدائم اليوم نتحدث عن عقيدتهم في اليوم الآخر نحن نعلم أنه الرقن الخامس من أركان الإيمان أولا ما المقصود بالإيمان باليوم الآخر الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا أن نهتدي ولأنا هدان الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم اللهم صلي وسلم على سنة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أساس الدين وأسه والإيمان بالله تبارك وتعالى هو الذي أرسل الله من أجله الرسول وأنزل القتب وأركان الإيمان ستة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفي اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهو الركن الخامس من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى ومعنى الإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب في أن ما أخبر الله به عن اليوم الآخر من بعد الموت يعني المرحلة من بعد الموت إلى وصول الناس إما إلى جنة وإما إلى نار أنه حق وما قاله الله حق وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد بالحياة البرزخية أن يعتقد بالبعث والجزاء والحساب والصراط والشفاعة ويعني دخول المؤمنين الجنة وما أعد الله لهم فيها من النعيم ودخول الكافرين النار وما أعد لهم فيها من العذاب الأليم هذا ملخص لاعتقاد المسلمين في اليوم الآخر وما المقصود في اليوم الآخر هذا اعتقاد المسلمين عموما ماذا عن اعتقاد الشيعة ومن هم الحوثيون باليوم الآخر الحوثيون عندنا في اليمن أو الزيدية الذين يسموا أنفسهم زيدية وهم هادوية وهم متأخرة الزيدية عقيدتهم في الإيمان معتزلة وسأفصلها إن شاء الله تعالى واليوم عد في إضافات إيرانية جديدة في أشياء كثيرة تنكر من الإضافات الإيرانية التي هي هجين وهي من عقائد الشيعة القديمة والجديدة وهي أن اليوم الآخر جعله الله بيد الإمام بيد الإمام بيد الإمام فهو يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار وهم ينتظرون الإمام الثاني عشر نعم وهم يعتقدون ذلك بل من كلامهم الذي ذكروا في كتبهم أن الله يهب الجنة والنار لفاطمة ويقول لها ادخلي من شئتي الجنة وادخلي من شئتي ايش النار أيها ولهذا نحن سمعنا في كلام بعض قيادات الحوثيين ومنهم محمد عبد العظيم أنا سمعته بإذني وهو يقول أن علي بن أبي طالب بيده مفاتيح الجنة ومفاتيح سقر وأن أمر الخلائق إليه والبشر وهو يتكلم عن علي بن أبي طالب وكانه إله نعم فيعتقدون أن الأمر الآخر بيدهم وفي عقائد كثيرة جدا فيها من الضلالة وفيها من إنكار أشياء كثيرة لكن نستطيع أن نركز كجانب علمي عن القول بالأصول الخمسة هم يقولون بأصول خمسة الأصل الأول التوحيد ويقصدون به أن الله منزه عن الشبيه والمماثل يعني أنه منزه عن الشبيه والمماثل وأبطلوا كل وهذا كلامهم صحيح إلى هنا إلى هنا كلامهم صحيح وهم معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد المسلمين جميعا على رأسهم الصحابة يعني عندما نقولها السنة والجماعة نقصد بهم الصحابة ومن تبعهم والتابعين والتابعين أيوة يعني الذين حاضروا نبي صلى الله عليه وسلم وهم بعدهم فالشبيه والمماثل هذه واضح نص ليس كمثله شيء لكنهم بنوا على ذلك أمور منها أطلوا كل صفات الله جل وعلا فأنفوا عن الله ما وصف به نفسه الله وصف نفسه أنه سميع بصير وأنه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام بل يداه مبسوطتان وصف نفسه بأوصاف القرآن إيش موقف المسلمين منها؟ نثبتها كما أثبتها الله في كتابه من غير تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تكيه ولا تشبيه ولا تشبيه فمن شبه الله بمخلوقاته الحد من تفكر في الله الحد ومن تفكر في مخلوقاته وحد وحد وهذه مقولة نعم صحيحة الإمام مالك عندما جاءوا إليه وقالوا الرحمن على الأرش استوى قال الاستواء معلوم وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات الاستواء معلوم ومعروف عند العرب وفي لغة العرب كيفه والكيف مجهول إذن الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أنك تسأل كيف كيف استوى أي كيف سمع الله أي كيف وجه الله أو تشبهه بالبشر فمن شبه الله بمخلوقاته فقد أساء إلى الله تبارك وتعالى ووقع في المحذور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن عقيدة أهل السنة أن الله جل وعلا نثبت له في القرآن ما أثبته لنفسه من غير تكيف الشيعة ومنهم الحوثيين يعطلون تلك الصفات كلها أي وينفونها عند الله تبارك وتعالى نفي تمام وتقول لهم ليش يقول لك من أجل لا نشبه الله ويبقوا يكذبوا على أهل السنة يقولوا من الكذبة المداولة في اليمن ويكررها الرافضة في اليمن أن بيقول لك أن تتبع هؤلاء الذي بيقولوا إن الله بينزل على أحمار عرج وأنا أقول لهم أتحداهم وتحدى من بيذكر ذلك الكلام أن يثبت لي أن هناك عالم من علماء المسلمين أو من أهل السنة قد ذكر هذا الكلام ماذا يقصر بأحمار عرج؟ هكذا دائما إذا أرادوا واحد من العام ما يشتيص لي بعدك أو يحضر عندك خطبة يقول لك لا تحضروا عند هؤلاء هؤلاء بيقولوا إن الله بينزل على أحمار عرج ويكذبوا هذا الكذبة دائما رغم أنه لم يقل بها أحد وما قالوا بها إلا هم الرافضة من أجل إيش؟ يشويه فنحن نؤمن بأن الله جل وعلا كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ينزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلوا والله أحد الله صمد من الدلمين ودلمين كله كفان أحد ليس كمثله شيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نكيفها ولا نشبهها هذا هو موقف أهل السنة والجماعة وإيضا ينكرون النظر إلى وجه الله وهي من أفضل الأشياء التي تسعد المؤمنين في الآخرة وفي أي دل على ذلك نعم واضحة نعم كان هناك عالم من العلماء يجادلهم من علماء المسلمين اليمنيين القدامة من علماء اليمن القدامة ودخل في جداله مع واحد رافضي فقلف في الأخير قال خلاص يا أخي أنت إذا من تمقتنع كلا إنهم عن ربهم يومئذين إيش؟ لمحجوبون تشتي مع المحجوبين تكون أليودك أما نحن نريد أن نرى الله لأن الله جل وعلا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة كما في مسلم أنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وقد قال الله جل على وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة للذين أحسنوا الحسنة والزيادة جمهور أهل التفسير يقولون أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم فهنا يخالفون أهدا اسمح لي هم يحتجون يقولون مثلا في آية في الصورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وفي آية أخرى أيضا عندما موسى عليه السلام قال لله عز وجل لن تراني أولا هنا لن في اللغة هي لا تفيد التأبيد لا تفيد التأبيد ولن تراني في الدنيا لأن أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة مثلا لو قال واحد أنا لن أكل هل ما أقول أنه لن يأكل ساعة ساعتين ثم يأكل نعم لا تفيد التأبيد نعم ولن تراني يعني لن تراني في الدنيا ولو كان لا يرى الله لا في الدنيا لكان موسى مخطئ أنه سأل من البداية ما من سأل يعني ما سأل موسى ربه إلا معناه إمكان الرؤية أما الآية الأولى ذكرت وهي آية لا تدركه الأبصار أي إدراك كيفية وإدراك إحاطة أما إدراك إبصار فهذا قد ورد في السنة وفي فرق بين الإدراك والإحاطة لأنه لا تدركه من الإدراك وهي الإحاطة والإلمام والمعرفة عن كل شيء أما الرؤية فهي غير الإدراك الرؤية غير الإدراك لا تدركه أي لا تحيط بإحاطة شاملة أما الرؤية فهي ذابتة وهذه من معتقداتهم في هذه وأيضا من عقائدهم في هذا الباب يقولون أن القرآن مخلوق ويعتبرونها مثلهم مثل المعتزلة نعم معتزلة رغم أن الله قد قال وإن أحد من المشركين السجارة فأجروا حتى يسمع كلام الله وكانوا يضحكوا علينا وعلى الآباء يقول لك من خلق القرآن ويحلفوا يمين هكذا عندنا والذي خلق القرآن والذي خلق الختمة والذي خلق المصحف من أجل يثبتوا عند الناس وهذه الفتنة التي وقعت أيام الإمام أحمد فتنة خلق القرآن نعم معرف أنه منزل بآيات كثيرة وننزلوا من القرآن إنا أنزلنا واضحة واضحة الآيات لا تحتاج إلى نقاش فأجره حتى يسمع كلام الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات الله واضح أنه نعم نعم طيب الشيخ خلال الكريم الحياة البرزخية التي تعتبر من اليوم الآخر هم ينكرونها البتة وينكرون أيضا عذاب القبر الذي هو الحياة البرزخية لماذا ذلك لماذا يخلفون المسلمين جميعا في هذا الشيء مع تحدثنا في بداية الحلقة أن هناك سبعة عشر آية قرآنية تدل على عذاب القبر للأسف الشديد يعني عقيدتهم هنا معتزلة وهم يعتقدون ما قالت المعتزلة حتى يعني في كل القضايا التي هي في قضايا الحياة البرزخية والإيمان باليوم الآخر والمعتزلة المعتزلة فرقة من الفرقة التي شذت على المسلمين واعتقدت اعتقادات فيها من البطلان الكثير يعني خالفت فيها نصوص قطعية من الشرعة المؤمنين لا يخلدون أصحاب أصل الإيمان لا يخلدون في النار وهم يقولون بعكس نعم ذكنا الإمام يعني قال القبر روضة من رياضة الجنة نعم أما عليف هو من الصحابة ويعتبر من آل السنة والجماعة هذا التفرقة حقهم الرجاء يعني يعتبر من أئمة المسلمين فهو اعتقاد اعتقاد الصحابة لم يشد عن الصحابة بذلك أبدا إذن استحن الشيخنا الكريم والمشاهدين الكرام سنذهب إلى فاصل ونستكمل بعد وحلقة اليوم من برنامج نقذف بالحق نتحدث عن عقيدة الحوثيين أو الشيء عموما فيما يتعلق باليوم الآخر فاصل ونعود حياكم الله مشاهدين الكلام من جديد ما زلنا معكم في برنامج نقذف وبالحق نتحدث في هذه الحلقة عن اعتقاد الشيعة عموما والحوثيون منهم باليوم الآخر طيب شيخنا الكريم آيات كثيرة صريحة وواضحة وجلية ولا تحت لأي نقاش هي ترد على من ينكرون عذاب القبر ونعيمة أيضا أحاديث وردت في السنة النبوية الصيحة كيف نرد عليهم بمثل هذه الآيات الأحاديث وغيرها الإيمان باليوم الآخر من الموت إلى نهايته هو رقم من أركان الإيمان ونحن نؤمن بما آمن به الصحابة وآل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم على رأسهم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من عذاب القبر وعلم الصحابة الاستعاذ من عذاب القبر وقال إنما يعذبان ويعذبان فيه كبير لكن الحوثي ينكر السنة من أساسها ولهذا نريد أن نوضح له من القرآن لأن القرآن هو الذي يقول أنه بيفهم القرآن أما السنة لا يريدها من أساسها رغم أننا نحن نعتقد ما اعتقده الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن أكثر من آية تبين بيان واضح أن عذاب القبر هو من الحياة البرزخية ومنها الآيات التي ذكرتها وهناك أكثر من 17 آية في القرآن واضحة الدلالة على عذاب القبر هم يستدلوا بآية واحدة ويبين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وأنا أسألك سؤال في هذه الآية هذه الآية في سورة ياسين في سورة ياسين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ويقولونه مرقد مرقد أنا أسألك سؤال أنت عندما تنام ترى رؤى طيئة أحيانا رائعة ما قد شفتها وأنت قايم وفي واحد جنبك ما هو داري أش بترى ويجي واحد يقومك وأنت مستمتع تتمنى تقوم تاكله ماكل لأنه بعدك عن الرؤية الرائعة التي رأيتها واستمتعت بها وتقوم وانت ودك أنك تغمض عيونك وتعود في نومك وذي جنبك وقد ربما ترى رؤى مزعجة وكوابيس تتمنى واحد يرقبك من أجل تقوم يعني أحسن واحد الذي يرقبك من أجل تقوم وتقوم وانت مرهق وتاعب ألي بجوارك ما حس بشيء من ذلك هذا في الدنيا ولهذا لا يصوروا الآخرة بعقولهم يعني مرقدنا وأنت راقد ممكن تعذب وأنت راقد وهذا الذي يجريه في القبور يعني سواء أكلتم البحر قال الله عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوة إيش؟ وعشية وعشية رغم أنهم ماتوا وين؟ في البحر وابتلعهم البحر وما دخلوا قبور أي قوم ملوت أيضا أيوة لكن يعرضون عليها غدوة وعشية فالعذاب على الأرواح والأبدان بإرادة الله وليس كما يتخيل عقلنا مشكلتهم أنهم يريدوا يحاكموا اليوم الآخر الذي هو ليس لنا فيه إلا الأسماء أما كيفيته فهذه لا تحيط به العقول وهو من الإيمان بالغيب الذي أمرنا الله أن نؤمن به ومن صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب نعم إذن مرقدنا في المرقد ممكن تحس بالنعيم ممكن تحس بالألم وتحس بالمتعة واللذة وتحس بالعذاب والضيق وأنت راقد فالآية هذه ليست دليلا لهم وإنما هي دليل إيه عليهم أنه ممكن يكون في المرقد أما الآيات فكم من آيات سنعذبهم مرتين من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر هنا أسمحني في الآية سنعذبهم مرتين ثم قال ثم يردون إلى عذاب عظيم عذاب عظيم يعني العذاب الآخرة أيواز عذبهم مرتين ذكر كثير من آل التفسير وجمهور التفسير أن العذاب مرتين في الدنيا ثم عذاب إيه البرزخ ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني عذاب في الدنيا عذاب فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الجهنم ولهم عذاب الحريق عذاب الحريق هو عذاب البرزخ أو القبر لأن رسول صلى الله عليه وسلم أتى علي رضي الله عنه كان يقول علي رضي الله عنه من يحب علي ويدعي أن يحب علي كان يقول القبر روضه من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران هكذا كان يقول رضي الله عنه لكن هؤلاء ما هم في وادي علي أبدا قال الله عن الكفار ولو ترى إذ يتوفى كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ثم قال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلامي للعبيد يعني يذوقوا متى بعد الموت مباشرة يعني يذوقوا بعد الموت مباشرة والآية في صورة الأنعام الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم نعم اليوم تجزون عذاب الهن ما كنتم تقولون على الله غير الحقي وكنتم عن آياتي تستكبرون يعني أنه عذاب في تلك اللحظات وهي لحظات الموت فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقربوا لي منكم ولكن إيش لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وإيش وجنة نعيم هنا أنه عذاب القابل نعيم له ينظر إلى الجنة معه باب إلى الجنة يرى فيها ما أعد الله له تبارك وتعالى والكافر معه باب إلى النار يرى ما أعد الله فيها فهذا نوع من العذاب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن عذاب القبر ويقول إن الله يخفف عنهم باستغفار لهم وكان يزور المقبرة ويدعو لهم ويستغفر لهم ويقول إن الله يخفف عنهم فإذا كانوا راقدين ليش بيزوروهم ويزوروا المقابر ويشغلون بنيان المقابر مدى ملا في غرفة يطعب في غرفة عندها والكباب والأضرحة والكباب والأضرحة ويقولوا إنهم يعيشوا ويسمعوا ويتنعموا ويستغيثوا بهم ويدعوهم يعني عقائد متلاطمة وعقائد متصادمة عقائد متلاطمة وعقائد متصادمة ما جذورها؟ جذورها للأسف الشديد أنها بنيت على عقائد باطلة بعيدة عن صفاء الإسلام بعيدة عن وسطية الإسلام بعيدة عن منبع القرآن ومنبع السنة هذه الأفكار هي أفكار دخيلة يعني على عقيدة الشعب اليمني الشعب اليمني آباءنا حتى الزيدي منهم كانوا دائما يعلمون اللهم أن يعذبك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتن المحي يومات ونقولوه في كل صراء ونعذب الله من عذاب القبر أيوة وهذه عقيدة المسلمين لكن هؤلاء يطعنون في كل شيء يهم المسلمين أيضا في الآخرة من عقائدهم الباطلة أنهم يرون أن من دخل النار من المسلمين العصاها الذين لم يتوبوا أصحاب الكبائر أنهم يبقوا خالدين فيها مخلدين رغم أن كم من آيات تبين وأحاديث أن المسلم صاحب الإيمان الأساس يعذب بقدر أعماله فلا يبقى في النار أحد شهد أن لا إله إلا الله لا يبقى أحد شهد أن لا إله إلا الله أن شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح دخول الجنة ومفتاح الإسلام لكن يعذب بقدر ذنوبه والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك ما دون ذلك لمن يشاء فالله يغفر لمن يشاء من عباده وهو أعلم بأمته فالشفاعة هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة عن الصحابة وثابتة عن آل البيت وثابتة عن زيد بن علي ولا ينكرها إلا الرافضة والشيعة أما وقد انطلت هذه المعتقدات التي تتناقض مع عقيدة المسلمين فيما يتعلق باليوم الآخر انطلت على بعض المسلمين وانتحدث هنا في اليمن سيما عندما جاء الحوثيون ما أثروا ذلك وما خطره على عقيدتنا؟ الخطر أنهم يهونوا يهونوا اليوم الآخر ويجعلوه هيل عند الناس تخيل من النكات التي وقعت لي قصة وجدت واحد من الشباب كان طالب جامعة وقد فوقه الزمالة والبندقية وعادنا في صنعابنا قل له ما لك قدك معها قال عازب وراسب ومضروض من البيت اش تتوقع مني؟ وبعدين دار بيني وبينك كلام كثير أنهم بيقاتلوا أمريكا وقاتلوا أسرائيل وحاول تقنعه في الأخير قال الصدق أنهم أفضل منكم قال الله ولا قال رسول ولا يشغلونا هذا حلال ولا حرام خلونا على راحتنا أول ما مشيت معهم عبوا للذاكرة زوامل وقالوا أنت ولي من أولياء الله ومنهم وزادوا وخفضوا لنا أنا قلت إيش خفضوا لكم قال زادوا وخفضوا لنا ما فيش عذاب قبر ولا شي يعني شوفوا كيف الناس يعودوا الاستهانة يقول لك ما فيش عذاب قبر ولا شي إن من أحبهم ومشامعهم خلاص بيدخل الجنة طوالي لأنه من أحب الأئمة ومن أحب آل البيت كما يسموهم أنفسهم آل البيت وينسبون أنفسهم إلى آل البيت بالله عليك آل البيت يفعلوا هكذا بالمسلمين ما أظنوا شي آل البيت يفعلوا هكذا ولهذا يعني يدعون أن حبهم يدخل الجنة طوالي لا تبالي باليوم الآخر ولا تبالي بجنة ولا نار حبهم وانت بطلع يدخل الجنة لأن من أحبهم دخل الجنة ومن عصاهم فقد يدخل النار هذه عقيدتهم جعلوا الناس تركوا العمل ولهذا تجدهم يتهاونون في الطاعات وفي العبادات ولا يبالون بها ولا يركزون عليها كم بنوا من مساجد كم اهتموا بطاعات أو عبادات لا يبالون بهذه الجوانب لأنهم يرون تقاتل مع ولي الله هذا يسموه أو تقاتل مع الولي خلاص أنت من أهل الجنة ما في داعي تتعب نفسك حبهم وحبهم إلى خلق الجنة نعم طيب رسالة أخيرة شيخان كريم تود أن تقولها في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن عقيدة الشيعة ومنه الحوثيون فيما يتعلق باليوم الآخر رسالتي لإخواني جميعا ومن يسمعوني أن الله جل وعلا قد بيّن لنا الحق والحق أحق أن يتبع والحق أولى فماذا بعد الحق إلا الضلال ومن الحق ما ورد في القرآن وما ورد في السنة من أخبار اليوم الآخر ومما وصف الله به أحوال اليوم الآخر فلابد أن نصدق بها كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إذا كنتنا نحب علي بن أبي طالب عندما قالوا له هل رأيت النار والجنة حقيقة قال نعم رأيتها حقيقة قالوا كيف قال رأيتها بعيني رسول الله ولو رأيتها بعيني لزاغت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه ما زاغ البصر وما طغى فنؤمن كما آمن علي رضي الله عنه والصحابة الكرام بأن ما أعده الله للمؤمنين في الجنة ونؤمن بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين ونؤمن بأن هناك عذاب يتوعد العصاه وأن عذاب القبر ونعيم القبر وارد عن نبي صلى الله عليه وسلم وإذا طعنت في عقيدتنا وسلب إيماننا ما الذي بقى علينا وما الذي بقي لنا أسأل الله أن يميتنا على دين الإسلام وأن يحفظ علينا دينه حتى يتوفانا عليه مسلمين فإن الفتنة أكبر فتنة أن تفتن في دينه وأرى أن منهج الحوثي للأسف الشديد ما ترك شيء إلا ونسفه نسأل الله العافية والسلامة نعم ونسأل الله تعالى أن يحشرنا يوم القيمة مع الصالحين مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا لك شيخنا الكريم الدكتور محمود أبو هدعش أستاذ الفقه المقارن والثقافة الإسلامية في جامعة إقليم سبا شكرا لكم مشاهدين الكرام ونلتقيكم بمشيئة الله في حلقة قادمة من برنامج نقذف بالحق في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله حلقات وقفات ومسائل آيات ودروس ودلائل ندحب زيفا وخرافات ندمغ بالحق ضلالات ندحب زيفا وخرافات ندمغ بالحق ضلالات ونعيد الحق لرونقه ونجلي زيف الشبهات نقذف بالحق على الباق اشتركوا في القناة